فليه لا؟ ما نعملش حاجة يكون بتسهل على الناس ده فعملنا بوتمي بوتمي بقى لها تقريباً أربع سنين تم استضافتنا يعني في الحدث السنوي بتاع فيسبوك ده الحدث الرسمي السنوي الأكبر لفيسبوك كنت موجود في الإيفنت ممثلاً عن مصر ولا بصفتك المؤسس لبوتمي؟ إحنا كذا شركة مصرية بس أنا كنت المتحدث العربي الوحيد يعني اللي طلع في الإيفنت ساعتها إحنا تكلمنا عن حاجتين؟ تكلمنا عن الشركة وتكلمنا كمان عن الفرص اللي موجودة في الشرق الأوسط تحديداً مصر بالنسبة لمجال التجارة الإلكترونية والأوتوميشن في مجال التجارة الإلكترونية ومجال اسمه السوشيال كوميرس أو التصويق الاجتماعي فده المجالات اللي كانت فيسبوك شايفت أن مصر من الدول اللي بتعاملة من نموه كبير جداً في العالم إحنا تقريباً تالت أكبر دولة في العالم في النمو بتاع التجارة الإلكترونية وده بس تحديداً اللي كنت عاوزة تسألك فيه اللي أنا عايزة أعرف سمعت في الفترة الأخيرة كتير عن دعم الدولة لمشروعات اللي فيها أفكار بتخدم أو التكنولوجيا أو تكنولوجيا بتخدم مجالات في سوق العمل آه بالضبط يعني فالدعم اللي انت شفته اللي انت أخدته من الدولة وشايف أنه متاح وحلو نعرف الناس عليه هو فيه أكتر من حاجة الصراحة يعني الدولة بقت مهتمة أكتر بموضوع الستارتوبس أو الشركات النشئة خصوصاً في مجال التكنولوجيا بأكتر من حاجة زي دلوقتي تيك هي حضنة أعمال تبيعة للدولة وزارة الاتصالات فيه آي تي دا آي تي دا بيدعمونا كتير جداً هما دعمونا ان احنا نكون بنمثل الجناح المصري في ويب ساميت ويب ساميت دا أكبر مؤتمر تكنولوجيا بتعمل في العالم وهم بيجمعوا أكتر عشرة شركات كل سنة تكون وجهة لمصر هناك احنا كنا في موجودين في سنة 2019 كل دي مؤتمرات بتتكلم عن التكنولوجيا بنقابل ناس من بلاد تانية عاملة حلول فحلو التعرض لحاجات شبه كده طبعاً بالضبط وكمان يعني تشجيع صراحة سنة الوزيرة عمرو طلعت وزيرة صلاة كان معانا في فتاك النصامت اللي احنا كنا موجودين فيه وقاستنا على البرودكت يعني عجب اللي احنا عاملينه وعجبه كمان كذا شركة كمان معانا يعني احنا بنحاول ان احنا نكون نقدم منتج المنتج دا يكون سواء هنا بيشتغل كويس هنا في مصر او كمان في السوق العربي ان شاء الله بعد كده في السوق عموماً في العالم اه يعني ان شاء الله وصول مصري في حد زيته كتير احنا كتير احنا 100 مليون فرصة يعني بالضبط